اهلا وسهلا فيكن احباقي متابعيني اليوم الفيديو عن الكلير او عجينة الشو الباتاشو هالعجينة اللي كل الصبايا بيخافوا منها مع انه هي من ابسط العجين يعني ما في مكونات كتير طريقتها بسيطة بس الى هيك سر او اتنين صغار اذا حافظنا على هالسر واتبعنا بيطلع معنا احلى عجينة كلير او احلى بتاشو اذا بنعملها شو او بنعملها كلير بهالشكل او حتى كروكمبوش بروفيترول اي نوع مالح او حلو واليوم رح نعمل لكلير بطريقة كتير سهلة وبسيطة وحنساوي 3 حشوات كل حشوة اطياب من الثاني رح نبدأ بالمقادير مقادير العجينة كوب من الماء ماء عادي بدي اضيف معو ربع كوب من الزبدة او ممكن ربع كوب من الزيت والفيديو اللي عملنا فيه لكلير بالزيت موجود تلاقوا باعلى الشاشة وتلاقوا بصندوق الوصف هلأ بدي حطن على نار خفيفة بدنا النار تكون خفيفة حضيف معلقة او معلقتين من السكر سكر عادي وراحطن على نار خفيفة وعندي كوب من الطحين على جنب لسه ما صار وقت الطحين بس لا تبدأ الزبدة الدوب تبدأ تغلي اول ما بتغلي الزبدة مع الماء بضيف فوق الطحين معلقة صغيرة باكينج باودر ورشة ملح وممكن نستغني عن الباكينج باودر لانه اللي بدو يرفع لكلير هو البيض وطريقة وضع البيض هلأ مباشرة دفعة واحدة بدنا نضيف كوب لطحين دفعة واحدة ودائما النار بتكون نار منخفضة وببدأ التحريك فورا مباشرة منبدأ تحريك حتى يجف السائل وتبدأ تتشكل معي العجينة هاي المرحلة من اهم مراحل نجاح لكلير هي مرحلة تنشيف العجينة على نار منخفضة ببدأ بقلب العجين بالمعلقة وبقطعها كأني عم ما قطع العجين وبرجع بلفها بهالعملية بكون عم ما طالع كل السوائل عم يطلع البخار من داخل العجينة وبالتالي رح تنفش وتنتفخ بالفرن واهم شيء ما بترجع بتهبط لما منطالعها من الفرن هيك عم ما قطع العجين وبرجع بلفها وبحركها لمدة اربع دقايق الى خمس دقايق على نار منخفضة مهم جدا المدة نضل عم ما نقطع ونلف لتتنشف معي العجين بهالشكل هلأ بتركها بعد اربع الى خمس دقايق تبرد عشرين دقيقة بعد ما بردت عجينتي بهالطريقة رح ابدا ضيف البيض هي اول حبة بيض ومنضيف معها معلقة مليانة من الفانيليا ضروري الفانيليا بهالوصفة وببدأ بحرك العجين مع البيضة لحتى يختفي البيض تماما ما بقدر ضيف البيضة رقم 2 لحتى تختفي البيضة الاولى تماما وهيك منبدأ منقلب ومنحرك العجين لحتى بالاول بتكون منفصلة بعدين بتلم بعضها اختفت البيضة الاولى هلأ بقدر ضيف البيضة رقم اثنين منضيف البيضة رقم اثنين ومنرجع كمان منحرك لحتى يختفي البيض ما بدي ابدا شوف اي سائل للبيض بنفس الطريقة منحرك بس اختفى البيض بقدر ضيف البيضة رقم ثلاثة وهذا التكنيك هو اللي بيخلي البتاشو او الكلير تنتفخ بالفرن وما ترجع تهبط لما انطلعها برا الفرن اختفى سائل البيض هلأ بدي ضيف البيضة رقم ثلاثة هاي البيضة رقم ثلاثة وبرجع كمان بحرك لحتى يندمج العجين مع البيض ويختفي البيض تماما بنفس الطريقة اختفى البيض تماما وبضيف البيضة رقم اربعة اغلب الاحيان ما بنحتاج اكتر من اربع حبات من البيض الا اذا كان حجم البيض عندي حجمه صغير فمنحتاج خمس حبات من البيض هلأ بنشوف كيف بتصير العجينة وبعرف انه هي اكتفت من البيض مااني بحاجة لاي بيض اضافي عما حرك البيضة رقم اربعة مع العجين بس اختفت لحظوا صارت العجينة ناعمة صارت لامعة الحقيقة بتاخد مجهود بالعجن او بالتحريك صارت عجينتي لامعة بتلاحظوا كيف واذا عملت فيها شق بالاصبع ما بيرجع بيتسكر اذا اكتفت من البيض واللي بحب يستعمل العجانة بسهولة بيضيف البيض بالعجانة طبعا بيكون الموضوع اسهل بكتير نبدأ تشكيل لكلير بكيس الكريمة اخترت انا الرأس النجمة هذا شكله ورح عبي العجين بكيس الكريمة بنبدأ تشكيل لكلير لكلير بيتميز بشكله هيك بشكل اصابع طاولة بدي صينية فرن عليها ورق زبدة ومنبدأ تشكيل لكلير بهذا الشكل الحجم متل ما انتو بتحبو هالكمية تقريبا كوب واحد من الطحين بيعمل تقريبا 16 الى 18 حبة من لكلير بحطوهم بشكل متباعد وطبعا سخنا الفرن على درجة حرارة 180 اذا اتبعنا هالخطوات بالتفصيل ما منحتاج لا نفتح باب الفرن ولا نخليه شوي مفتوح وبعدين يبرد بالعكس انا بطالع صينية كلير وفورا بدخل الصينية اللي بعدها مباشرة بس نتبع هالخطوات اللي انا حكيتها بالتفصيل ما بيهبط معنا لكلير ابدا رح ندخله على الفرن حرارة 180 على الرف المتوسط ونعطيه وقته لازم احصل على لون دهبي واضح غامق من الاسفل بعدين بشعل الفرن من الاعلى لحتى ينتفخ واحصل على هاد اللون الدهبي لا تستعجلوا باخراجه من الفرن عطوه وقت يبقى بالفرن ويتنشف حتى يضل منفوخ ما يهبط لما يطلع من الفرن رح نحضر الحشوى عندي كوبين من الحليب رح ضيفة عليه هون 3 معالق من السكر ومندوق السكر حسب الزوء بدي ضيفة عليه هون هلأ النشا او الكورنفلاور ضفت عليه هون معلقتين كبار ونصف من الكورنفلاور او النشا وحبت بيض واحدة ممكن هون نضيف برش ليمون برش بردقان او اي نكهات انتو بتحبوها من نضيف فانيليا معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا هدول كلياتهم بدي حرقهم على البارد لسه ما حطيت طنجرتي على النار بحرقهم ليختلطوا ويدوا بالنشا بعدين منحطهم على نار منخفضاء ومنضل عما نحرك بدي تحريك مستمر لحتى احصل على الكريم باتيسري هاي اسهل طريقة لعمل الكريم باتيسري بس يسمى كل مزيج بهالشكل بطفي النار وبضيفه على الكريمة معلقة كبيرة مليانة من زبدة طيبة اليوم استعملت لورباك هيك صارت الكريمة جاهزة عندي هاي السماكة المطلوبة حتى ما تطلع الكريمة خارج حبات لكلير هون ضفت معلقة كبيرة من الزبدة رح تدوب بحرارة الكريمة لانه انا طفيت النار بدي خلي الحشوة تبرد وغطيها ان كان بورق زبدة او بنايلون بغطيها بشكل بلامس السطح حتى ما يتكون معي قشرة على سطح الكريمة شوفوا قدي ناعمة وجاهزة بس لتبرد للاستعمال بنفس الطريقة اذا بدنا حشوة الكلير بطعم الشوكولة او بنناعمل يعني حشوة الكاستر بالشوكولة رح استخدم نفس المكونات الحليب والسكر ونفس كمية النشاو نضيف عليهم طبعا البيض والفانيليا ونضيف عليهم معلقتين كبار مليانين من الكاكاو طبعا من دوء حسب اذا كان الكاكاو كتير مر ممكن نزيد شوي من السكر وبحطهم على النار بطفي النار بس تسمك الحشوة وبتفعلها معلقة كبيرة من الزبدة صاروا حشواتي جاهزين وبردوا والكلير طلع من الفرن تلاحظوا قديهم منتفخ ومقرمش وبدي ابدأ عبي الحشوات داخل قطاع الكلير رح استعمل كيس الكريمة مع التب او رأس الكريمة اللي مدور لصغير وببدأ ابعبي الحشوات حشوة الكاستر اللي لونه ابيض بالفانيليا وببدأ بعمل سقب داخل حبات الكلير ومنعبية من الجهتين او اذا بتحبوا بالسكين بتفتحوا قطعة الكلير ومنعبي الحشوات متل ما انتو بتحبوا وهيك رح نكمل تعباية الكلير تلاحظوا اللون تلاحظوا قديشها مقرمشة من برا ومنفوخة سعبي بالحشوتين ان كان حشوة الشوكولات او حشوة الفانيليا الحشوة الثالثة رح ضيف معلقتين كبار من مرباء الفراولة او اي مرباء بتحبوا فوق شوي من حشوة الكاستر اللي باللون الابيض وهي حتكون الحشوة الثالثة طعمتها كتير طيبة وممكن نستعمل اي نوع مرباء احيان انا بعمل هالحشوة بمرباء المنجا او الكيوي اي نوع مرباء او فلنج موجود عندكن ومنكمل نحشي القطع بهالحشوة الكتير طيبة بيبقى المرحلة الاخيرة دوبت شوكولات ان كان بحمام مائي او بالمايكرويف ورح ابدأ نزل قطع الكلير داخل الشوكولات بهالطريقة وبتخلص من الزيادات وصاروا قطع الكلير جاهزين عندي رح نستمتع بطعم الشوكولات بالاعلى كراكينج هيك بتكسر مع ارمشة الكلير مع نعومة الحشوة الكلير ناجح مليون بالمية بس نتبع هالتفاصيل وعملوا حشوات قد ما بتكون وبشوفكن بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة